الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين فقد تقدم بنا الحديث في اللقاءات السابقة عن خمسة من أركان الإيمان ونشرع اليوم في الركن السادس منها وهو الإيمان بالقدر هذا الأصل الأصيل والذي لا يصح إيمان أحد حتى يحققه يقوم على أربعة أصول الأصل الأول التصديق الجازم بأن كل ما يحدث في ملكوت الله قد سبق به علم الله على وجه التفصيل الأصل الثاني الإيمان بأن كل ما يحدث في ملكوت الله جل وعلا قد شاءه الله والأصل الرابع أن كل ما يحدث في ملكوت الله جل وعلا الله هو الذي خلقه فلا خالق له إلا الله جل وعلا هذه أصول أربعة يلخصها أهل العلم بأربع كلمات العلم والكتابة والخلق والمشيئة فيجب أن نؤمن في باب القضاء والقدر بأن الله أحاط بكل شيء علما على وجه التفصيل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه كتب جل وعلا كل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأن مشيئته جل وعلا نافذة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلا يحدث شيء في ملكوت الله جل وعلا إلا وقد شاءه الله جل وعلا وأنه سبحانه خالق كل شيء خالق كل عامل وعمله ما من مخلوق إلا والله خالقه هذا الإيمان دلت له أدل كثيرة من ذلك قول الله جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم هذا العلم ثم قال الله عز وجل إن ذلك في كتاب وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ وقال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فمشيئته نافذة جل وعلا وقال جل وعلا الله خالق كل شيء وقال والله خلقكم وما تعملون وفي حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء كتب الله كل المقادير جل وعلا كل ما هو كائن إلى قيام الساعة ومن الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بأصل عظيم وهو أن ربنا جل وعلا يهدي من يشاء رحمة منه وفضلا ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا يهدي من يشاء فضلا منه يقول الله جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام دعا جميع الخلائق إلى دار السلام ودلهم على دار السلام ثم قال ويهدي من يشاء إلى صلاة المستقيم اختص منهم بفضله من شاء وهداهم هداية التوفيق أما الدعوة العام هداية الدلالة فنالها كل أحد فلم يبقى لأحد عذر أنزل الله كتبه وأنزل رسله وأقام الحجة على الإباد ويقول الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم تأمل هذه الآيات العظيمة يقول الله عز وجل فيها إنه حبب إلينا الإيمان هو الذي حبب إلينا الإيمان وهو الذي زيّنه في قلوبنا هو الذي كرّه إلينا ضده ثم قال جل وعلا فضلا من الله ونعمه هذا فضل من الله ما أحد فضل من الله جل وعلا ثم قال والله عليم حكيم أي أن الله جل وعلا يضع هدايته في المحل اللائق حسب علمه وحكمته فيهدي من كان أهلا للهداية بعلمه وحكمته جل وعلا ويقول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم فهؤلاء هدوا للصراط المستقيم بإنعام الله جل وعلا عليهم ولا دل في هذا كثيرا ويضل من يشاء حكمة منه وعدل يضل من يشاء حكمة يقول الله عز وجل في هؤلاء الضالين ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لكن الله لم يعلم فيهم خيرا لذلك لم يسمعهم ثم قال الله عز وجل ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ليسوا أهلا لهداية الله جل وعلا هداية التوفيق ليسوا أهلا لهداية التوفيق وقال الله عز وجل ولو ردوا إلى الدنيا بعد إخراجهم من النار ولو ردوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إذن الضلال دأبهم ومنهجهم وهم الذين اختاروا الضلال لذلك نقول يضل من يشاء عدلا يضل من يشاء عدلا قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم هداهم الله دلهم أرشدهم أرسل إليهم رسوله صالحا عليه الصلاة والسلام وأيده بالآيات وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هم الذين استحبوا العمى على الهدى ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون بما كسبت أيديهم وقال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إذن هم ابتدأوا الزيغة فعقبهم الله بجنس عملهم فأزاغهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين إذن كيف حرموا هداية الله بفسقهم كما قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الظالمين كيف حرموا هداية الله بظلمهم قال الله قال الله وَنُقَلِّبُ أَفْدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ وَابْسِينَ لَمَا أَعْفَذَوْا وَمَرْضَوْا لما أعرضوا عن الهدى أعرضوا عن البراهين أعرضوا عن عما جاءت بيه رسول الله المؤيدة بالوحي والمؤيدة بالآيات وكانوا صفوة خلق الله وأحسنهم خلقا وأكرمهم نسبا وأيدهم الله بكتب وبالكتب المنزلة التي فيها الرحمة والعلم والصدق والهدى والنور والشفاء لما عرضوا عن ذلك قلب الله أفدتهم ومبصرهم وكلهم إلى أنفسهم فلما وكلهم إلى أنفسهم زاهوا والعياذ بالله فعاقبهم الله عز وجل بأن وكلهم إلى أنفسهم لما أعرضوا عن الهدى وأعرضوا عن آيات الله وحججه فالله تبارك وتعالى إذا هدى يهدي فضلا وإذا أضل يضل عدلا وحكمة ولا يظلم ربك أحدا قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة فمن أصول الإيمان بالقضاء والقدر أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء رحمة منه وفضلا ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلاء أن يجعلنا من عباده المفتدين الراشدين وأن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر